طبيعة عمليها الشاق في تنظيف الشوارع وجمع القمامة أو حجم مسؤولياتها داخل أسرتها لم يمنعها أبدا من الاهتمام بجمال بشرتها ومظهرها الخارجي والحفاظ على رشاقتها برغم من ظروف عيشها الصعبة حتى أصبحت أجمل عاملة نظافة في المغرب لعام 2018 هذه قصة سناء معطاط التي توجت مؤخرا بلقب ملكة جمال عاملات النظافة في المغرب لتصبح بين عشية وضحاها واحدة من مشاهير البلاد بعد تداول صورها بشكل واسع على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وهي ترتدي الزي الرسمي الخاص بعملي النظافة حتى إن البعض لم يصدق أن تكون هذه الفتاة الفاتنة صاحبة الابتسام الساحرة عاملات نظافة وهي التي تمتلك مظهر يؤهلها لإيجاد عمل أفضل لكن هي تفتخر بمهنتها ولا تفكر في تغييرها أبدا